السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اه النهاردة هشرح ازاي نعمل اه للزلازل على اي مبنى. اه نستخدم فيها برنامج الساب. بس قبل ما نبدأ نخش على البرنامج ونبدأ نعود بارقام ونطلع حاجات. خلينا في الاول نفهم اه احنا بنعمل ايه او ايه هي طرق تحليل الزلازل. هنبدأ بمثال بسيط كده. هلو انا عندي شكل بالمنظر ده. وبرعا بندول. وعملت عليه فورس افقية. الا ان البندول ده بيتحرق حرقة ترددية بالمنظر ده. انا عايز اعرف ايه من الشكل ده. عايز اعرف بتاعته اللي هي ال time period. او ال time period ده بيساوي ايه? بيساوي اتنين باي. على اومج. والاومج ده التردد. طب ايه هو اصلا ال time period ده? ده الزمن اللي هيخضوا البندول ده عشان يعمل دورة كاملة. ايه هي الدورة كاملة? ان هو كان واقف هنا. بعد كده جيه على النقطة دي. وبعد كده راح لحد هنا. وبعد كده رجع تاني لحد النقطة دي. ازا الوقت اللي هو اخده عشان يعمل الدورة ده هو ده اسمه time period. وقلنا ان هو بيساوي اتنين باي على اومجا او التردد. طب التردد ده بيساوي ايه? بيساوي جزر. الكي على الام. طب ايه هي الكي? الكي دي اللي هي بتاعت البندول. والام هي الماس بتاعته. ازا اللي بيتحكم في time period بتاعت الشكل ده هو بتاعته والماس بتاعته. ايه اللي يحصل لما زود الماس? الاقي هنا الامجا او التردد داي ايه? يبقى ساعتها الطايم يزيد. طب ايه اللي يحصل لو زودت الستيفنس. لو زودت الستيفنس. الاقي التردد بتاعي بيزيد ساعتها الperiodic time يقل. انا هنا اصارت بفورس ستاتيك. لكن الزلزال ما بيعملش عندي اي فورس ستاتيك. ازاي? لو انا جيت بصيت على الزلزال كده. الاقي لو رسمت بين الطايم والاكسلاريشن بتاعت الزلزال. الاقي الزلزال. الاكسلاريشن بتاعته بالمنزر ده. ازا الاكسلاريشن بتاعت الزلزال مع الوقت. مش سبت. طب لو انا عايز ادرس بقى تأثير الاكسلاريشن ده على البندول ده. اعمل ايه? خلينا نجيب تلاتة اشكال مختلفة. ده لي طايم بريد واحد. والتاكم مسلا نص ثانية. وعندنا ببندول رقم اتنين. تي اتنين بواحد ثانية. وعندنا ببندول مسلا رقم تلاتة. تي تلاتة واحد ونص ثانية. طيب هاجي هنا ارسم بقى لما اثر على البندول ده بالاكسلاريشن دي. هاجي هنا البندول رقم واحد عايز ارسم العلاقة بين الطايم واليو اللي بتحصل فيه. هلا اني مسلا بيحصل بالمنظر ده. واجع الشكل التاني. هرسم العلاقة بين الطايم واليو بتاعته. هلا ايه? مسلا بالشكل ده. واجع الشكل التاني. نفس الكلام بين الطايم واليو. مسلا. فاجي هنا. انا اللي همني الماكسل. هطلع من هنا اليو ماكسلوم. ومن هنا اليو ماكسلوم. ومن هنا اليو ماكسلوم. بعد كده عامل ايه? بعد كده هاي جرسم جراف بين الطايم بيريد وبين اليو ماكسلوم. فلاقي هنا اليو ماكسلوم. عندي طايم بيريد بنص اللي هي بتاعت الجسم ده. اليو ماكسلوم بتاعته كانت هنا. وعندي طايم بيريد بواحد. هلاقي اليو ماكسلوم هنا. وعندي طايم بيريد واحد ونص على اليو هنا. اوصل النقط دي ببعض. هبقى طلعت جراف. الجراف ده اقدر اسميه طيب بعد ما طلعت الجراف بتاعت الريسبونس. الريسبونس ده طالع نتيجة ان العجلة اللي قدامي ده. طب هل الزلزال ليه عجلة واحنا? لا. ده كل زلزال في كل منطقة ليه عجلة وجراف مختلف. نعمل ايه? نوم جايين نرسم اول عجلة هلاقي مثلا الجراف بتاعها بالمنظر ده. وبعد كده نرسم العجلة تانية. وبعد كده نجرب نرسم العجلة تالتة لاجسام كتير. وبعد كل ده نعمل ايه? اقوم جاي. في الاخر عامل بست فيتنج. او نطلع في الاخر بستاندرد ديفيجن. اطلع الريسبونس سبكترم اللي موجود في الكود. تمام? طيب كده. طب لو انا بقى عايز ابدأ اصميم بعد ما طلعت الريسبونس سبكترم هعمل ايه? عندي هنا ادي تطيم بريد بتاعة المبنى وادي هنا. تمام? مش دي اعرف اطلع منها اه المساء الازاحة اعرف اطلع منها السرعة والسرعة اعرف اطلع منها العجلة. اذا اعرف ارسم الجراف تاني بين الطايم بريد بتاعة المبنى وبين العجلة بتاعة المبنى. ولاقي الشكل اللي موجود في الكود. طب استخدم الشكل ده ازاي? استخدمه ان انا لو جيت معايا الطايم بريد بتاعة المبنى اطلع بيها لحد الجراف ومنها اعرف اطلع العجلة بتاعة المبنى. طيب بعد ما طلعت العجلة بتاعة المبنى كلنا عارفين ان الفورس بتساوي المس مضروبه في الاكسلاريشن ساعة اعرف اطلع الفورس اللي بيسببها الزلزال. طيب عشان بقى اعرف ارسم الريزبونس محتاج اعرف شوية حاجات. عشان ارسم الريزبونس لأي مبنى انا عايز اصمم. محتاج اعرف كزا حاجة. اول حاجة محتاج اعرفها الزون اللي انا بدرس فيها المبنى. طب ايه الزون دي? لو انا بعمل المبنى ده في مصر في القاهرة غير لو انا بعمله اه في بلد تانية. كل بلد وليها الزون بتاعته. طب دي هتقصر لي في ايه? دي هتقصر لي في في العجلة بتاعة الزلزال اللي انا مستخدمه. طيب الاي جي دي اللي هي عجلة الزلزال. يبقى على حسب الزون اللي انا فيها هو اللي هيحدد لي الاي جي بتاعتي بقد ايه? طيب تاني حاجة محتاج اعرفها الصيل طيب. ليه? على اساس التربة الاساسات بتاعت المبنى بتاعتي موجودة فيها هيؤثر لي على تأثير الزلزال على نفس المبنى ده. طيب الصيل طيب دي تحدد لي ايه? تحدد لي اربع فاكتورز. اس وده اسمه الصيل فاكتور وحاجة اسمها تي بي. تي سي. تي دي. طب ايه الاس واتي بي والتي سي والتي دي. مش احنا لسه رسمين في الجراف بالمنظر ده كده. تمام. الاقي هنا. ان انا مقسم الجراف ده لكزا جزء. ادي دي الطايم بيريوت. هنا ده التي بي. وهنا ده ده تي سي. وده تي دي. يبقى انا اشوف الطايم بيريوت بتاعتي هنا. في انهي زون من دول او في انهي جزء الجراف عشان اقدر احسب منه. تالت حاجة محتاجة اعرفها ده بيعبر لي عن اهمية المنشأ بتاعي. لان انا لو عندي مستشفى غير لو عندي مبنى سكني عادي. غير لو عندي فندق وهكزا. كل مبنى لي استخدامه اه يبقى سعيد تليقي بتاعه. لان ما ينفعش عامل المستشفى زي اي مبنى عادي. لان ساعة الزلزال الناس كلها محتاجة تروح المستشفى فما ينفعش باي حال من احوال ان الزلزال يأثر على المستشفى. اخر حاجة محتاجين نعرفها حاجة اسمها او اسمه في الكود معامل ده عادي ردود الافعال اللي هو اسمه الار. ليه بقى او معامل اه التصحيح ده? لان انا دلوقتي لو انا بافتراض ان انا عندي زلزال هيجيب لي فورس الف طن. على مبنى مسلا. دلوقتي لو انا صممت للمبنى ده ان هو يشيل الالف طن. تعال كده نشوف. ايه ده هو المبنى صممته واعتبرت ان اليل ده هو اللي هو الفلير عند الالف. وهي ده المبنى بتاعي يقدر يشيل لحد الف طن. ده معناه ايه? معناه ان المبنى ده هيوصل لحد الالف طن بتوع الزلزال عادي جدا وهو لسه في الاستيك زون الزلزال يروح يفضل المبنى زي ما هو ما فيش اي مشكلة. بس ده هيكلفني قطاعات كبيرة جدا عشان اقدر اعمل الكلام ده. طب بدل كده نعمل ايه? قلق احنا هنيجي نصمم مبنى تاني بس الحد هنا بس. يقدر يشيل لحد مثلا نقول خمسمائة او ستمائة طن. فقط. طب ايه اللي يحصل بقى كده? ان انا عندي المبنى ده هيقدر يشيل لحد الستمائة. طب بعد الستمائة ايه اللي يحصل? هيبدأ يعمل شروخ او يبدأ يحصل كراكس في المبنى نتيجة الفرق اللي انا مش عامل حسابه ده. طب ليه احنا عملنا كده? لان دلوقتي تعالى نحصل مع مع بعض. لو انا دلوقتي صممت على الالف ده هيكلفني فلوس كتير جدا في الوقت الحالي وانا لسه بعمل مبنى وقطاعات كبيرة جدا. في حين ان الزلزال ده احتمال ما نجيش غير كل خمسين سنة مرة. يبقى مش من المنطقة اللي هنصرب كل الفلوس دي على حاجة احتمال حدوثها كل خمسين سنة اللي هو ممكن يكون المبنى اصلا عمره ما يعديش الخمسين سنة. فبدلا من من الكلام ده هنعمل ايه? انا اصمم على ستين بس. ولو الزلزال مسلا نجيه حصل فيه الف هيجي لحد هنا وبعد كده يلاقي ان الكلام ده. حصل فيه دلتا في المبنى او حصل فيه شوية شروخ او شوية حاجات ساعتها نبقى نعمل تدعمات. المبنى لسه موقعش والمبنى موجود وكل حاجة تمام بس هو ما اقدرش يشيل لحد الالف فشال لحد هنا فقط وبفرق ده النتجة عنه شوية شروخ وشوية حاجات في المبنى ساعتها اروح اعمل للمبنى بتاعي تدعم عندي طريقتين اقدر اعمل للزلزال اللي عندي. اول طريقة اللي هي الاكويفلينت استاتيك. وثاني طريقة اللي هي معروفة باسم بالنسبة الاكويفلينت اول حاجة اقدر احسب بتاعة المبنى بتاعي من القانون بيقول ان التي بتساوي السي تي مضروفة في الاتش باور ثلاثة على الاربعة. الاتش دي هي الارتفاع بتاع المبنى. والسي ده السي تي ده فاكتور ويعتمد على بتاع المبنى بتاعي. هلا لم استخدم كور او حواية حملة او المبنى بتاع ستيل او خراسانة او هكذا. هيبقى لي القيام هنشوفها دلوقتي لما هنفتح الكود. طيب. بمعلومية التي اللي انا حسبتها دي اعرف اخش في الجراف بتاعي. اللي انا رسمته في الخطوة اللي فاتت. اي خش بالتايم بريوت وطلع الاس دي او عجلة المبنى بتاعي اللي هتحصل نتيجة الزلزال. طيب بعد ما طلع الاس دي هقول ان الفورس بتساوي الماس في الاكسلاريشن اللي هي نسمها الاس دي. والماس دي بتساوي الويت على عجلة الجاذبية الارضية مضروف الاس دي اللي هي عجلة المبنى نتيجة الزلزال. طيب. انا هنا الماس دي بقى او الويت ده. انا دلوقتي المبنى بتاعي عندي وعندي 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 حاجة كتير جدا. طيب الماس دي بقى تبقى نتيجة ايه? هنعرفها واحنا بنعرف في البرنامج هنعرف حاجة اسمها ماس. اللي هو وانا بحسب الاف دي. لما تيجي تاخد الماس هتاخد انهيماس معاك. طب انا هاخد انهيماس. الاقي ان الكود بيقولي هتاخد الديد لود كاملا. واخد معا نسبة من طيب النسبة دي بتساوي ايه? على حسب نوع اللايف لود بتاعي. لو انا عندي مخازن او عندي اه مبنى سكني عادي او 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 او. يبقى على حسب المبنى بتاعي هاختار الفاكتور اللي اضربه في اللايف لود. وده هنشوفه برضو الجدول دي هنشوفها في الكود. طيب. بعد ما حسبت الاف بي ابدأ اوزحها على المبنى بتاعي. ادي المبنى بتاعي. بالمنزر ده. ااجي هنا الاف دي هي البيس شير او القوة اللي بضرب الزلزال بيدرب اه بيها. هواعد المبنى. فانا عايز اقسمها على عدد الادوار اللي هنا. دلوقتي لما انا اعمل المبنى ده بفورس كده الاقي المبنى. هصل له بالمنزر ده كده. وعندي تقسيمة 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 هلاقي ان هي بنفس الشكل بالزبط. الدور اللي فوق بما ان عليه اعلى فيبقى هو اعلى فورس وهكذا. قل لما بنزل لتاحت. قل لما الفورس اللي جاية عالدور بتقل. طيب احسب ازاي الفورس اللي جاية على كل دور دي. سمي مثلا دي اف واحد اف اتنين اف تلاتة اف اربعة اف خمسة. هقول ان اف واحد دي بتساوي الماس او الوزن بتاع الدور الاولاني مضروب في ارتفاع الدور الاولاني على في الاتش. طيب لو عايز اجيب اف اتنين. هقول الماس بتاعة الدور التاني في ارتفاع الدور التاني على سجما الماس بتاعة كل دور في الارتفاع بتاعه. يبقى هنا على الرسم اتش واحد ده فين اتش واحد ده هو ارتفاع الدور الاولاني اللي هو ده. طيب اتش اتنين هو ارتفاع الدور التاني اللي هو ده. وهكزا. المفروض ان بتاع الاف دي كلها بعد ما احسبهم يساوي في الاخر الاف اللي انا عسبتها. دي كده طريقة طيب الطريقة دي تنفع في كل الحالات? لا ما تنفعش في كل الحالات. ليه? لان اولا كده انا افترضت ان كل الماس بتاعة الادوار دي تقريبا متسوين. عشان اقدر اعمل الطريقة دي. ثانيا ان انا عملت لو انا بصيت هلاقي ان انا حركت المبنى حرقة واحدة بشكل واحد. مو تشيب واحد فقط لغير. هنعرف يعني ايه? مو تشيب واحد. طيب فالطريقة التانية هي الاقصر دقة والاقصر شمولا عندي. طب ايه الطريقة التانية بقى بتاعة دي. بتعتمد في الاساس على حاجة اسمها ايه هي ان انا دلوقتي عندي هادي بنضل هلاقي لو انا عايز احرك ده في اتجاه الاكس انهم بتحركش حرقة واحدة بس. لا ده ممكن يعمل لي شكل كده. ممكن الاقي بيتحرك كده. ممكن الاقي بيتحرك كده. ممكن الاقي بيتحرك كده. تمام? انا عندي الشكل ده ما بيعملش حرقة واحدة بس. لا ده انا عندي كزا مود للشكل حرقة. طب و هل هو بيعمل اه شكل واحد ولا بيعمل كل الاشكال? لا المبنى عندي بيعمل كل الاشكال دي مع بعض. طب يعني ايه? يعني انا لو عندي ده اتحرك كده دلتة واحد وده عندي دلتة اتنين وده اتحرك دلتة تلاتة وده اتحرك دلتة اربعة فانا عندي الدلتة الاخيرة اللي بتحصل في المبنى او الدلتة هي مجموعة دلتات دي دلتة واحد زائد دلتة اتنين زائد دلتة تلاتة زائد دلتة اربعة. طيب. يبقى انا هنا ممكن اعمل ايه? ممكن اجيب نسبة كل مود من يعني ايه? يعني انا لو بصيت هنا في المسال ده لاقي ان تقريبا دلتة واحد دي اكبر واحدة فيه. فساعت اجيب لمود واحد ده نسبته قد ايه من التوتل. ومود اتنين نسبته قد ايه من التوتل. ومود تلاتة نسبته قد ايه من التوتل وهكزا. ومن هنا طلعت فكرة حاجة اسمها ماس ريشيو. يعني ايه? يعني دلوقتي انا افترض ان المود مسلا المود رقم واحد ده هيجيب لي تسعين في المية من الحركة. مود رقم اتنين هيجيب لي خمسة في المية بس. مود رقم تلاتة هيجيب لي اتنين في المية. مود رقم اربعة هيجيب لي نص في المية. وهكزا هكزا كتير بقى. يبقى الماس هي هتقول لي ان انا دلوقتي لما اجي احسب الاف بي هلاقيها بتساوي الماس الكلية بتاعة المبنى بس ساعتها مش هاخد الماس كلها في الاكسل ريشا هاخد نسبة المود رقم واحد من الماس مضروبة في العجلة بتاعة المود رقم واحد زائد الماس الكلية في نسبة المود رقم اتنين مضروبة في العجلة وهكزا واحنا ماشيين. طب ده معنى ايه? معنى ان المود رقم واحد ده تسعين في المية من الماس بتاعة المنشأ بتتحرق بالحركة بتاعة المود رقم واحد. فساعتها يبقى انا لما اجي احسب الاف بي بتاعته اقول ان تسعين في المية من الكتلة الكلية بتتحرك بعجلة المود رقم واحد فضربها في عجلة المود رقم واحد زائد 5% من توتل الماس بتاعة المبنى بتتحرك بالمود رقم 2 فاضربها في العجلة بتاعة المود رقم 2 وهكزا انا هنا عشان اوصل للمية في المية انتار ابوصيت لو جمعت دول كده مش هيداني مية في المية. فعشان اوصل للمية في المية بتاعتي محتاج اجيب كتيرة جدا. هل انا اعمل كده? لا مش هعرف اجيب ولا حتى الف اه هلاقي الدنيا كبريت مني قوي. فاحنا بنقول ان الاف بي دي بتكون كافية جدا بس ان بتاعتي توصل لحد تسعين في المية فقط. لو وصلت تسعين في المية خلاص تمام. يعني ايه يعني اول مود مسلا جاب لي ستين وده عشرين وده عشرة وهكزا. انا محتاج اوصل لحد تسعين في المية فقط. من الماسبر تسبيشن يبقى انا كده بالنسبة لي كافي. مش محتاج اجيب باقي المودس كلها. انا محتاج اجيب المودس اللي حد اللي توصمني لان مجموحهم يديني التسعين في المية دي. طيب المودش هيبسي دي. اللي انا عملته ده كله ده في اتجاه واحد بس يعني ايه? يعني الكلام ده كله في اتجاه اكس. طب وفي اتجاه واي المفروض نفسي الكلام ده كله هيتعمل تاني. فانا عايزة تشيك ان دي عدت تسعين في المية في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي وفي اتجاه تاني الروتشن. لان انا عندي حركة اي مبنى ان هو يتحرك في اتجاه الاكس بتاعه او في الجهة الوي بتاعه او يحصل له بعد لما اعمل ده بالبرنامج طبعا عايز اعمل فيه اول اتشيك عايز اعمله عايز اعمل اتشيك ان لسا ايلينه تكون اكبر من تسعين في المية في التلاتة اتجاهات تاني حاجة عايز اعمل اتشيك ان الفورس اللي طلعوا لي من هين تكون اكبر من خمسة وتمانين في المية تمام من الاف بي اللي طلع iven استاتيك فهنا انا عايز اتاكد ان الفورس اللي طلعوا لي من ما تكونش اقل من خمسة وتمانين في المية من الفورس اللي طلعوا لي من الاكوبلاستاتيك ثالت حاجة بقى عايز اعمل عليها بيكونش عدل ودي هنشوفها في طب لو انا عندي طلعت اقل من تسعين في المية. نعمل في الحالة دي ايه? ساعتها هنزود بتاعت البرنامج. لاننا دلوقتي مسلا لو انا عندي اول مود جايب سبتين وتاني مود جايب عشرة. وتالت مود مسلا جايب خمسة وهكذا. لو انا اخدت اول اتنين مود بس هيجيبولي ستين مع عشرة يديني سبعين. يبقى انا كده ما وصلتش لتسايين. طب اعمل ايه عشان اوصل لتسايين? ازود العدد عشان يزود لي النسب فيزود لي المجموعة هنا. تمام? طيب لو الاف بي دي طلعت اقل اللي هي بتاعت طلعت اقل من دي نعمل ايه? نضرب ساعتها ساعتها هنزود شوية بالنسبة ان انا حاول اوصل دي ان ايه توصل لاكبر من خمسة وتمانين في المية. هنشوفها برضو على البرنامج زي اضرب دي في فاكتور عشان اقدر اوصلها خمسة وتمانين في المية من دي.